السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. في هذا الفيديو سنقدم لحضراتكم الفيديو العشرين من سلسلة شرح بردامج الميكروسوفت ورد. وفي هذا الفيديو سنقدم لحضراتكم كل ما يتعلق بالصور من اعداده السلسل محمد نجيب. سنبدأ في الفيديو سنبدأ كيف نقدر ندرج الصورة. عشان تدرج الصورة هتدخل على قيمة insert. بعدين picture. هتحدد الصورة ديت انت عايزها تجيب صورة. على سبيل المثال انا هختار الصورة دي. دلوقتي الصورة هقدر اتحكم فيها. فاصغرها او اكبرها. ولكن في البداية لازم تنتبه لان الصورة ديت بيتم التعامل معها في بردمج الورد كنص. على سبيل المثال انا هدخل في الهم فهددها توسيط او يمين او الشمال هتلاقيها بتتأثر بالتغيرات بتاعتي. لو انا عايز باني ازودها او اغير ابعدها او اني انقلها هتلاحظ بانها ما بتتنقلش معك الا اذا لغيت تحركها كصورة. طيب لنفرض بان انا ادركت الصورة ديت بالغلط. وبعد ما عملت التنسيق ده وبعد ما عملت المقاس ده اكتشفت ان انا اخترت الصورة غلط ومش هي دي الصورة اللي انا كنت عايزها. طيب هتتصرف ازاي? هتيجي ببساطة على الصورة. وهتلاقي تشينج بيكتشر. او انك ساعة ما هتختار الصورة وهتحدد الصورة هتلاقي القيمة بتاعة بيكتشر طول زهرت هتيجي فيها وتاخد له من هنا تشينج بيكتشر. انا عايز اجيبها من ملف وهجي مسلا اختار الصورة دي. هتلاحظ بان الصورة جات بنفس الاعدادات او بنفس المكان اللي انت حطيت في الصورة السابقة. انا مسلا هاجي دلوقتي الصورة دي هو بيتعامل معها كناص ما اقدرش باني احركها في اي اتجاه. لو انا عايز احركها تقدر من خلال قيمة بانك تدخل على الامر ده وبعد كده تاخد سكوير او تقدر من خلال كلك يمين بانك تدخل على القيمة هنا وتاخد سكوير. طيب ايه فايدة الامر ده? الامر ده لو تلاحظ هي ايسمح لك بانك اه تحرك الصورة بشكل حر زي ما انت عايز داخل الملف. وفي الحلقة دي مش هيتعامل مع الصورة بتاعتك كناص. في مجموعة من الخيارات التانية اللي موجودة عندك. لو انت عايز اه الصورة دي اتفوق الكلام لا اورى الكلام. الخيارات انصحكم بتجربتها ولكن افضل اختيار دايما انصح بانك تعتمد عليه هو اختيار طيب. انا دلوقتي عايز ادخل على خصائص الصورة. كريك يمين على الصورة. وهدخل على فرمات هتظهر لك خصائص الصورة عندك هنا. لو انت عايز تتلاعب في الشكل بتاع الصورة لو انت عايز تحط خط للصورة كحدود على سبيل المثال اهو. انا ممكن اتلاعب فيه شفافية الخط اللي انا حطيته عن طريق باني اقدر ازود القايمة دي وانقصها بالشكل اللي انت شايفه مناسب تقدر تغير فرون الخط على حسب الحاجة اللي انت حابب تعملها وممكن تلغي الخط اصلا وتكتفي بالكلام ده. طيب من خيارات الصورة كمان بانك تقدر تدخل بانك تختر لها اه ضل وفقا للشكل اللي انت عايزه على سبيل المثال الشكل ده. هنسيبك تجرب آآ الاشكال المختلفة ولكن آآ دايما بننصحك في البداية بانك تشوف القايم ديت عبارة عن ايه. ممكن تدخل على بقية الاحدادات وتشوف الافكار المتاحة عندك في الصورة وفي عرض الصورة. الخصائص دي تانصحك بتجربتها. في النهاية احنا جربنا منها خاصية واحدة وهي خاصية الضل. انا دلوقتي هدرك صورة تانية. هعمل له انسيرت. هاخد الصورة ديت على سبيل المثال. طيب. دلوقتي في مجموعة من التأثيرات اللي انت ممكن تعملها على الصورة. التأثيرات ديت على سبيل المثال. من خلال الاشكال اللي انت ممكن انك تعملها على الصورة. عايزها من زغرافة عايزها مشواشة عايزها آآ بشكل تظهر بشكل رخامي. ايه الشكل اللي انت عايزه آآ ده انت بتقدر تتحكم فيه. تقدر بانك تاخد اللون بتاعها وتغير اللون بتاعها. وفقا لللون اللي انت شايفه مناسب. في حالة لو انت عايز الصورة ديت عجبك ولكن الوانها مش عجبك تقدر بانك تختار اللون اللي انت شايفه مناسب. تقدر بانك تتحكم في الاضاءة. على سبيل المثال انا هرجع اللون الازرع علشان هو الافضل اللي يوريه لك الاضاءة. لو انت عايز اضاءة مختلفة تقدر تعمل ايه? لو انت عايز تتحكم في السطوع بتاعها. تقدر تتحكم في السطوع بتاعها والوضوح بتاعها ازاي? عايزينكم تلاحظوا حاجتين هنا. آآ من ناحية وضوح الخطوط ومن ناحية تانية العدم وضوح الخطوط زي ما هو حاصل في الصورة دي. طبعا تقدر بانك تختار الشكل اللي انت شايفه مناسب ليك. وفقا للدرجة اللي انت شايفها مناسبة للون. بعد كده بتحتفظ بالتغيرات. طيب. لنفرض بان انا عندي هنا الصورة ديت انا اعايز الجزء الايمن منها ومش عايز الجزء الشمال منها. طيب انا هتصرف ازاي? تقدر بكل بساطة بانك اثناء تحديدك للصورة تعمل اختصاص للصورة او خاصية اسمها تقدر تدخل من خلال القيم ديت. مجرد ما تضغط عليها تظهر لك الحدود بالشكل ده. وممكن من خلال الضغط بالكليك يمين هتظهر لك على طول الكروب فتظهر لك وتتفعل برضو بالشكل ده. تقدر بانك تبدأ تتحكم في المقاس بتاع الصورة ايه الحاجة اللي انت عايزها تظهر عندك بالزبط? ساعتها اللي يظهر من الصورة هو الجزء ده بالتحديد. انا دلوقتي عندي الصورة ديت. طب انا حصل بان عملت مشكلة في الصورة ديت او اختصاص الجزء الخطأ. هل انا مجهودي كده ضع? لا تقدر بكل بساطة بانك تفعل الاقتصاص تاني وتقدر بانك تحرك الصورة علشان تشوف الجزء اللي انت كنت عايزه بالزبط. فتاخد اللقطة اللي انت كنت محتاجها. لو انت محتاج بانك تعمل اللقطة كده او اي ان كان الشكل اللي انت عايزه. تقدر بانك تختار الملامح اللي انت عايزها في الشكل بتاعك. طيب. دي بالنسبة لاقتصاص الصورة. تقدر تتحكم في الصورة عن طريق التحكم في دوران الصورة. تقدر تدورها بحاجات سابتة. افضل دايما في الدوران بانك تيجي تفعل الدوران من الزاوية ديت بانك تيجي تحرك الموس على الشكل ده وبعد كده تبدأ انك تتحرك بشكل طبيعي. طيب. انا دلوقتي عايز اقلب الصورة. بمعنى بان الجزء ده انا كنت اتمنى بانه يكون في الشمال تقدر من خلال الدوران بانك تعمل لها سواء بشكل افقي او بشكل رأسي. ادي ده الفلب الاولاني وادي الفلب التاني او. طيب. انا دلوقتي اقدر باني ادخل اعمل مجموعة كمان من التأسيرات اللي موجودة على الصورة بتاعتي على سبيل المثال ان انا عايز الصورة بتاعتي تظهر بالشكل ده. فيكون لها اثر في الخلفية. اه تقدر تعمل الاشكال ديت من خلال التأسيرات اللي موجودة عندك. في مجموعة من التأسيرات التانية اللي هو يقترحها عليك على سبيل المثال التأسيرات اللي موجودة ديت. تقدر بانك تستفيد منها او انك تختار الشكل اللي انت عايزه واللي انت تحب بانك تبدعه. وهو دايما الشيء اللي انا انصح به بانك تختار التصميم اللي انت عايزه اه مع عملك على الملف. انا دلوقتي حصلت على الملف ده من خلال من على الانترنت. وما عنديش الصورة ديت. وانا محتاجي من ااخد الصورة ديت عشان اشتغل عليها. طيب هتصرف ازاي? هتحدد الصورة وبعد كده كليك يمين. وهتقول له سيف هتختار له بانك انت عايز تحفظ الصورة ديت. وهتقول له النوع بتاعها جي بي اي جي. هنختارها مسلا باسم ايه? وهقول له سيف. مجرد مفتح المسار ده هتلاحز بانه حفظ لي الصورة بتاعت ايه? وبقت موجودة الصورة بشكلها الطبيعي. لاحز بان الصورة لما تحفظت تتحفظت بدون كروب لان زي ما احنا ما ذكرنا خاصية كروب هي خاصية بتخلي الصورة. ايه الجزء الواضح منها? ولكن لا تزال بقية الصورة موجودة بشكل طبيعي. بكده نكون انتهينا من كل ما يتعلق بالصور. نتمنى لكم دوام التوفيق. ونتمنى بانكم تشرفونا باشتراككم في القناة. يا يا ترجمة نانسي قنقر